امر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدا تابعا لادارتين اوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في اطار خطة تطوير الجوامع والمساجد ووجه سموه بتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة اعمار بيوت الله ومؤصلة اتباع المعايير الحديثة والتصاميم الاسلامية في بناء وتطوير المساجد كما وجه سموه وزارة العدل والشؤون الاسلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع للمساجد الجديدة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة البدء في التصميم والبناء والترميم والتأهيل اشتركوا في القناة